الأمين العام لحلف الناتو يينيس ستولتنبرغ قال إنه يتعين على جورجيا الالتزام بالمعايير الديمقراطية قبل الاجتماع برئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباش فيلي ستولتنبرغ أضف إنه يرحب بقرار تيبليسي في التاسع مارس لإلغاء خطط لتقديم ما أطلق عليه النقاط مشروع قانون عملاء أجانب المستوحى من روسيا والذي كان سيطلب من الأفراد والمنظمة التي تحصل على 20% من تمويلها من الخارج التسجيل لدى الحكومة وكانت جورجيا قد تقدمت بطلب للحصول على وضع مرشح في الاتحاد الأوروبي في مارس 2022 إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا لكن بروكسل رفضت محاولة تيبليسي مشيرة إلى مخاوف بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء